بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين الله سبحانه وتعالى اصطفى من بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين والمرسلين وأنزل عليه القرآن ليكون مواجهته الخالدة والله سبحانه وتعالى لقب رسول الله في القرآن بالمزمل وبالمدثر والله سبحانه يستعمل أرقام في القرآن بشكل لا يخطر على بال صورة الإخلاص هي الصورة الوحيدة في القرآن التي لا تتكلم إلا عن الله ووحدانيته وصورة الإخلاص هي الصورة الوحيدة في القرآن التي عدد حروفها 47 حرفا العجيب أن الصورة رقم 47 هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم صورة الإخلاص هي الصورة الوحيدة في القرآن التي تكرر بها حرف الميم أربع مرات واسم محمد يبدأ بحرف الميم وتكرر في القرآن أربع مرات سورة الإخلاص هي السورة الوحيدة في القرآن التي تنتهي كل آياتها بحرف الدال ولدينا أربعة آيات واسم محمد ينتهي بحرف الدال سبحان الله الآية رقم واحد من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذه الآية تبدأ بكلمة قل وهذا أمر من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الآية اثنين من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد أول كلمة في هذه الآية هي كلمة الله لننظر إلى الحروف الهجائية لكلمة الله مع الترتيب الهجائي فلدينا حرف الألف ترتيب الهجائي واحد حرف اللام ترتيب الهجائي ثلاثة وعشرون حرف اللام أيضا ثلاثة وعشرون وحرف الهاء ترتيب الهجائي ستة وعشرون إذا قمنا بجمعات الترتيب الهجائية نحصل إلى العدد ثلاثة وسبعون وثلاثة وسبعون هو رقم سورة المزمل والمزمل كما قلنا هو لقب محمد صلى الله عليه وسلم الآن ننظر إلى الآية رقم ثلاثة من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد تبدأ هذه الآية بكلمة لم لننظر إلى الحروف الهجائية مع الترتيب الهجائي فلدينا اللام ترتيب الهجائي ثلاثة وعشرون ولدينا الميم ترتيب الهجائي أربعة وعشرون والمجموعة الترتيب هذين الحرفين يساوي سبعة وأربعون وسبعة وأربعون هو رقم سورة محمد وأيضا هو عدد حروف سورة الإخلاص أما الآية رقم أربعة من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كف عن حد تبدأ بكلمة ولم إذا نظرنا إلى الحروف مع ترتيب الهجائي فلدينا حرف الواو 27 حرف اللام ترتيب الهجائي 23 وحرف الميم ترتيب الهجائي 24 المجموع يعطينا 74 74 هو رقم صورة المدثر والمدثر هو محمد صلى الله عليه وسلم تأملوا معي هذا النظم الرباني وكيف أن الكلمة رقم واحد من كل آية بصورة الإخلاص تشير إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والعجيب ضمن المائة وأربعة عشر صورة في القرآن ثلاثة صور فقط سميت باسم محمد أو صفة وصفى الله بها وهم صورة محمد ورقمها 47 صورة المزمل ورقمها 73 وصورة المدثر ورقمها 74 تأملوا معي الآن عدد آيات هذه الصور فصورة محمد عدد آياتها 38 آية صورة المزمل عدد آياتها 20 آية وصورة المدثر عدد آياتها 56 آية إذا قمنا بجمع أعداد الآيات في الصور الثلاثة نحصل للعدد مائة وأربعة عشر ومائة وأربعة عشر هو عدد صور القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنتأمل الآن تكرار الحروف الهجائية التي يكتب بها اسم محمد إنها حروف آتية الميم والحاء والدال إذا نظرنا إلى الجدول ففي صورة محمد يتكرر حرف الميم مائتين وثلاثة وعشرين مرة والحاء ثلاثة وعشرين مرة والدال خمسة وثلاثين مرة أما في صورة المزمل فالميم يتكرر اثنين وخمسين مرة والحاء خمس مرات والدال إحدى عشر مرة وفي صورة المدثر الميم يتكرر واحد وسبعين مرة والحاء عشر مرات والدال ستة وعشرين مرة إذا قمنا بجمعاته اتكرارات سنحصل العدد 456 فإلى ماذا يشير هذا العدد فكما قلنا في مجموعة تكرار حروف اسم محمد في الصور الثلاث 456 و 456 يساوي 4 في 114 114 هو عدد صور القرآن الكريم و 4 هو أيضا عدد المرات التي ورد فيها اسم محمد في القرآن سبحان الله اللهم يسر لنا لنتدبر القرآن ولنقرأه ونعمل به إن شاء الله مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته